احد المشاكل المحيرة جداً في البيوت هو زحف غريزة الأمومة على الأم بعد خمس ست سنين من الجواز العيال بقى دلوقتي عندها 4-5 سنين دخلوا المدارس وممكن يبقى فيه ولد وبنت ولا مثلاً ثلاثة لو بقى له مثلاً 7-8 سنين متجوزين وتبدأ تزحف الأمومة وتبدأ الست اللي في ريعان الشباب تتلقى أم بدري قوي وتبقى دايماً تعبانة ومنهكة وهنا الراجل يحتار أعمل إيه؟ أنا لسه في بداية شبابي عايزة عايش قصة حب وعايزة دايماً كده تبقى فايقة ليا وعايزة نخرج وعايزة نتكلم عايز حبيبتي أنا متجوزها مش متجوز العيال هو راجل مسؤول وجدع ويعني فعلاً هو في ظهرها بس غصباً عنه بيبقى عنده اشتياق للحب اللي هو علشانه اتجمعنا مع بعض تحت سقف واحد وتبدأ هنا الحيرة أقدر الفترة دي ولا أمسك في حقي وقولها لا معلش لازم تديني يا كمان حقي وليس المقصود هنا فقط حق الفراش علاقة الزوجية الخاصة كنا ما لحق الحب نقعد نتكلم مع بعض تبقي دايماً صبحة كده وزي ما دايماً كنا مع بعض بنتحك وبنتكلم مش دايماً نايمة على نفسك حقيقة أن الموضوع ده لما تقرأ في الدراسات والإحصائيات هو سبب أغلب المشاكل اللي بتؤدي إما للخيانة أو بتؤدي للانفصال بعد خمس ست سنين أو بتؤدي لراجل مضغوط جداً عصب جداً في حياته وهنا الراجل لازم يبقى قوي جداً كشخصية ورحيم جداً في تمسكه بحقه أن مراته تعمل اتزان اوعى أيها الرجل تقول خلاص دي فترة أمومة خليها في الخمس ست سنين دي مع العيال انت عارف انت بتعمل ايه؟ ودي حتة شيطانية انت بتحط مراتك في خانة الأم طب وخانة الحبيبة ممكن تبقى ضعيف وتحتاج تبص بره وده غلط وبيهدم البيت والقصص ما تتعدش أو مش هتبص بره انت إنسان وفي لمراتك لكنك هتبقى متعصب جداً جداً لأن فيه شيء انت محتاجه قصة الحب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها انت محتاج السكن ده عشان كده لازم تتمسك بقوة بحقك في النست تعرف ان الأهم من العيال علاقتكم بوجود علاقة صحية ما بينكم مديين بعض حقوقكم النفسية ساعتها العيال هتتربى في مكان صحي فرقم واحد لو تقدر أهم من التحويش لو تعرف تجيب حد يساعد في البيت هاتحد أهم من أنك إنت تبني مستقبلك احنا بديبني مستقبلنا عشان نعيش جنب بعض فهاتحد يساعد في البيت وكما نعمل حاجة تانية 60% من البيوت النجحة الراجل ليه مساهمة في المساعدة في البيت لو كان عنده وقت بعد ما يخلص شغل زي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان السيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخصفه نعله ويرقعه ثوبه ويحلي بشاته بيعمل إيه؟ بيفرغها صلى الله عليه وسلم أنها تستريح شوية من شغل البيت ومن العيال حاجة تالتة والمهمة جدا جدا ما تبطلش كلام في الموضوع ده لو سمحتي من فضلك الأهم من الانغماس مع العيال وإنك أنت وإنت لسه عندك 30 ولا 2 ولا 35 سنة ما بقاش عندك أي اهتمام بقصة حبنا لأن في المرحلة دي العلماء بيقولوا عايزكم تراجعوا الكلام ده فيه عند جاري تشابمن في لغات الحب الخمس وفيه كتاب مهم جدا عايزكم تشتروه اسمه ما بعد المريخ والزهرة لجون جري الكتاب الجديد بتاعه بيقول كيف تحافظ على العلاقة في هذا العالم المعقد الكلام اللي أهلوهولك دلوقت يعني وطبعا تقرأ الجون جاتمان فافتكر للتلات علماء دول بكتوبهم يعني بيقولوا أن الرجل في المرحلة دي بيمر بحاجة اسمها الميدل ايج كريس أزمة منتصف العمر بقاله 15-17 سنة بيشتغل منهك كل يوم 14 ساعة ولا 12 ساعة فيه مرحلة كده بيعايز يحب بقى عايز يستريحش وعايز جنب ضغط الشغل يلاقي قصة الحب الجميلة ويبدأ يرجع تاني شاب كده زي بتاع الكولية وأكتر حد بيتمنى الرجل أنه هو يرجع شاب معها مراته فلو أنت ممسكتش في حقك أن مراتك تفضل شابة عن طريق تجيب لها حد يساعدها ما أنت تعمل عليك الأول وتساعد أنت كمان في البيت وتتكلم كتير في الموضوع ده يا حبيبتي علاقتنا أهم من العيال العيال هيتربوا في مناخ صحي لو إحنا بنحب بعض وعلاقتنا مستقر فلو أنت حيران أسيبها في المرحلة دي ولا أركز حقي في قصة الحب لا أركز قوي عشان ما يحصلش غلط برا وعشان ما تبقاش مضغوط في حياتك وعشان كمان الست تفهم أن بجد الزوج أهم هنا من الأولاد للحفاظ على الأولاد وأفتكر حديث البخاري لما كانت السيدة عائشة تقول كان إذا جاء الليل خرج النبي معنا معي نسير ونتحدث كلما الدنيا تليل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعدي على السيدة عائشة أو لو كاننا عندها في البيت يلا نتمشى شوية حاجة ممكن تكون مش مكلفة خروجة ممكن تكون مش مكلفة بس على الأقل يبقى فيه بنا وبن بعض لحظات جميلة كده أسمع منك وتسمعي مني عشان يفضل الحب كل يوم الوردة بتاعته بتتسقي فأنا يعني يا رب البنات والشباب اللي متجاوزين يسمعوا الكلام ده ويحسموا الحيرة في الموضوع ده علاقتكم مش أقل أهمية أبدا من تربيت العيال يا رب بياخد بأيدينا ويحمي بيوتنا ويقلل الطلاق اللي بقى النسبته مرعبة ويعوض على كل الناس اللي خسرت في بيوتها ويكرم الناس اللي فتح بيوت ويبارك يا رب في القليل ويبقى كثير وإحنا من نشغل ربنا ندعيه عشان ينزل علينا البركات اشتركوا في القليل